تأمين الوطني تأمين الوطني لكن قبل كل هذا نتعرف بداية عن هذا القسم ليش بتجمع بين المسنين الورثي الأيتام وحتى الأرامل كيف هذا الدمج عم بتهم هناك في القسم أولاً صباحاً خير للجميع القسم تابعنا هو بيشتغل بثلاث قوانين رئيسية اللي هو الشيخوخة والورثة وضمان الدخل سؤالك بمحله ليش نجمع لأنه ببساطة اللي شرع القانون بالكنيسة حط كل القانون تبع الشيخوخة والأرامل بفصل واحد وامتحنات الدخل والتركيبة المعاشات فيه أنا بتمشى على نفس الأساس عشان هيك قرروا أن يجمعوهم بنفس الفصل فإحنا بكتاب القانون أنا بحكي فإحنا بنشتغل بهاي ثلاث مواضيع الكسم تابعنا بيعالج وبيهتم بطلبات اللي بتقدم عن طريق المؤمنين بتلاث مواضيع رئيسية ثلاث قوانين رئيسية من الشيخوخة الورثة يعني الأرامل والأيتام وكمان ضمان الدخل الشيخوخة طبعاً إذا بتحبوا أحكي شوية الشيخوخة للناس اللي وصلوا فيه للشيخوخة فيه لليظلام 67 و66 جيل التقاعد جيل التقاعد عندنا الورثة هي هنا بنحكي على الأرامل والأرامل düny بحالة حد من الأهل بتوفى و بترك حد من الزو Verse يعني بتوفى و بترك أرمى العايش أو أرمى العايشة فبطلع لها معايش من عنا وفي حالة ما فيه أولاد اللي هينا حسب قانوننا حسب تعريف الأولاد طبعاً مش ولد عن 40 سنة ولد اللي هو باقيت بولد فبطلع له كمان بعاش أيتام من عنا وتكمل الدخل فيه كمان موضوع اللي احنا بنشتغل فيه فيه كمان موضوع اللي نشتغل فيه فيه شي كتير فيه علم فيه عند الناس اللي هو دفع مخصصات الشيخوخة والقرامل الخارج للبلاد حلو الواحد يعرف انه في حالة فردا ان واحد بلاش يأخذ معاش الشيخوخة وقرر انه يهاجر بريت البلاد بقدر يكمل يأخذ المعاش وهو ساكن مثلا ستام فردا يقرر انه يعيش بكندا ففيه شروط وفيه قوانين اللي احنا بنفحص هل هو بقدر يكمل المعاش يأخذ بره ولا لا نعم نعم يانولا اذا ننخص يعني بالذكر شريحة المسنين على وجه التحديد ذكرنا موضوع يمكن المخصصات او التأمين الوطني بجيل التقاعد وكل ما يتبع نحكيش معنا الخدمات الاخرى يمكن اللي بيستحقوها المسنين في مجتمعنا شو ممكن نوضح للمشاهدين بهذا الموضوع احنا القسم طبعا هو بيشتغل المعاشات اللي مدفعها ب28 شهر المسنين طبعا حسب كيف ما حكينا فيه شروط معينة بس لما بخدوا المسنين كمان الاضافة اللي اسمها تكمل الدخل فالساعدة هوان بتلاع لهم امتيازات كتير بالبلد بتلاع لهم تخفيضات في الارنونة يعني البخد تكمل الدخل زائد شيخوخة او تكمل الدخل زائد معاش ارامل بتلاع لهم تخفيضات في الارنونة بالمي بالكهرباء بالأدوية بنتفع لهم في منحة تدفئة مرة بالسنة بشهر عشرة بتندفع بالمعاشات عندهم فهي الامتيازات تقريبا والأدوية طبعا كمان وكل فكرة كل امتيازاتها بتندفع بشكل اوتوماتيكي للناس معدى التخفيضات في الارنونة لازم مؤمن يصل لعنها وياخد وراءه يعني يشور وديها للبلدية عشان ياخد التخفيضات خطينا جيل التقاعد وعنا الاختيار انو نشتغل نعمل ولا ما نعمل يعني نقدر نشتغل والسؤال اذا طبعا معناته الجواب اا بس انا بقولك قديش تشتغل بروح عنا للمعاش تبع التأمين الوطني لا فيها فكرة منيحة دا السؤال لانو بحب اوضح للمؤمنين كلين ومشاهدين اللي بحضرونا انو بتنقادش انك تشتغل وتقبض معاش تأمين الشيخوخة بالعكس احنا كمؤسسة من نشجع الناس انها تطلع تشتغل مش انها تقعد تاخد الكتبات تبايت ان المعاش تبعا يقعد بالبيت اليوم حسب القانون طبعا حسب تركيبة العالي مبنى العالي اذا منحكي مثلا عن زلم ومرته بالبيت بتقادو شيخوخة زوجية نقول 3452 هونيش تقريبا يانو الهي اكيد بالزبط حقا اكيد اليوم 3452 هي معاش الشيخوخة الزوجية البروتو طبعا قبل من امينه تأمين صحي من غير تكملات الدخل فاذا الواحد بتقادم معاش الشيخوخة زوجي من غير تكملات الدخل وحب يطلع على الشغل بقدر يتشتغل بالسوق يطلع ويقبض لهذه 7351 شيكل وسخ ويقبض الشيخوخة طبعته اما الاكتر التحديد بصير اكتر انه ما يشتغل معاشات اوطى اذا باخدوا تكملات الدخل ففحص الدخل والاشياء بتكون غير شكل يعني الى التوضيح هل بمقص من الدخل المعاش التأمين الوطني اذا المسن او بجي للشيخوخة يشتغل لا بدر يشغل الحديد اذا باخد معاش الشيخوخة بس بدر يشتغل الحديد ويقبض 7351 شيكل وسخ ويقبض 3452 شيكل تبعونه اللي باخدين من الشيخوخة الشغل بدرش بس طبعا انا اللي بحكيها ده بشكل عام في اكتر شغلات شروط اكتر هاي احنا موجودين تقدر تشتسألونا بالاستقبال الجمهور كخفية 6050 لاياتها سؤال احنا حاضرين فاللي شاكك واللي مش عارف واللي مش بتأكد يتوجه لنا ومنعطي الجواب طبعا كل حال يمكن ممكن يكون فيها استثناء يانولا كمان سؤال يعني كل موضوع الاستحقاق للمعاش اللي مثل ما حكينا يعني التأمين الوطني يعني بعطيه للمسن أو المسني هل يعني بمحل معين بيأثر على التوفيرات توفيرات العمل التأمينات الأخرى اللي كان الشخص خلال عمله يعني يهتم بإنه تكون متوفر عنده بالذات نرجع نقول ده أفصل أنا بين الشيخوخة لحال معاش الشيخوخة لحال ومباني الشيخوخة وتكمل الدخل لحال الشيخوخة لحال معاش البنسيا اللي بغته زل ما اشتغل كل عمره ووفر وعنده بنسيا من محل معاش تقاعد من أياتها شركة من التأمينات أو بقترش بالمرة على معاشه بالشيخوخة يعني ولا التوفير والتوفيرات بالبنيك ولا أياتها مصدر تاني بيأثر على الشيخوخة غير إذا نقول واحد عمره 67 وعنده 20 ألف شيكل دخل من شغله ساتها إحنا قلنا بدفعه لـ 7351 هنا نط الدخل هنا ممكن ما يطلع لهش بيطلع لهشفر ولا بيصير شوية استبعاد وخزل من المعاش الخزل والاستبعاد من المعاش هي لما أنت بتنط الحد بشوي أما إذا نطلت الحد لـ 7351 و 626 ألف بالشهر فهو مش رح يطلع لك مش رح يطلع شخوخة بس في جيل السبعين طبعا فيش فحص دخل بقدر زلمة يقول اللي هو مستقل وعنده الشغل وعنده هدول المصاري وين بيروحوا يا نولا هدول المصاري بيضلوا عندنا هدول بروحوا للدولي للتأمين لا بالميزانية تتبع تتأمين الوطني يستغلوا لبعدين للورتي أو ما إلى ذلك بتعقل لأشال زي بنا نحكي هنا كل واحد بيقبطش شخوخة من السبع ستين للسبعين عشان نو كان يشتغل وعنده معاش كتير عالي أنا بحكي على الرأس ماليين اللي عندي ندخل كتير عالي كل سنة اللي مقبطش فيها لما بيصل لجيل السبعين نعطيه خمسة بالمئة زيادة على المعاش تبعه عشان مقبط الشخوخة بجيل السبع ستين للسبعين فبس من ناحية التكتبين النظار هي بيضلها موجودة بالميزانية التأمين الوطني طبعا التأمين الوطني بدفعش بس شيخوخة والأرامل بين شيخوخة والأرامل وتكمل الدخل طب يا نولا بما أنه كمان تحدثنا هيك يعني بين الحديث عن كل موضوع الورثي بتاع نوضح شوي للمشاهدين يعني ليش مهم أنه الورثي يكونوا حاضرين في هاي السيرورة شو خصوصية تواجد الورثي من الجانب القانوني أو استحقاقات معينة طلع الورثي هي ترجمة حرفية لكلمة شيئريم الورثي احنا بنقصد فيها لما عندنا عائلة حدا توفى فيها نحكي على زلم ومراتور واحد من الزوج توفى وترك أرمل أو أرملي هني هدول الورثي أو أيتام إذا لما واحد كان عايش وشتغل أو مشتغلش دائما فيه يعني المهم يعرفون الورثي يعني الأرمل أو الأرملي على قيد الحياة وإذا فيه ولاد تحت التمنتاش يعرفوا أن أول شغلة بيقدروا يجيوا فيها على التأمين الوطني ويأخذه معاشات من عنا وطبعا فيه شروط بالنسبة للأرامل والستات إذا ترملت الواحدة ما فيش فحص دخل يعني ممكن تكون مش زي الشيخوخة ممكن تشتغل ويكون معاشة كتير كتير عالية وبرضو يطلع لها معاشة أرامل من عنا معاشة الأرامل فيه كتير مركبات بيطلع لها تزيادة عن الولاد والولاد لما بيصيروا بالتنوية بيطلع لها زيادة وعدد الأطفال وفيش تحديد يعني أرامل عندها سبع أولاد تحت التمنتاش أو لجيل العشرين سوف يتجديد لجيل العشرين على فكرة إذا في التجديد بيقول إنه ولد لجيل العشرين إذا فاتم على يتعلم تعليم عالي لحديث 24 ساعة بالجمعة من ندفع له مخصصات من نكمل ندفع له مخصصات أيتام لأنه إحنا كنا نوقفوا بع جيلة التمنتاش عشرين وما فوق عمنا كي لحديث العشرين إنا كنا ندفعه للتمنتاش ونوقفوا إستثارة تجديد بالقانون من سبع لألفين وخمصة عشر إنه الأيتام إذا الولاد كمل مدرسة نقول خلص صفتنا عشر بـ 18 سنة وكمل يتعلم بمخلالة قوياتها من كلية تعليم عالي لحديث جيل العشرين إحنا بنرجع منجدد له معاش الأيتام وأنا بحكي على الأيتام بحكيش بس الأيتام اللي بالبيوت تتافوا فيه الأيتام اللي ممكن فقد واحد من أهله أو ممكن يكون فقدوا اثنين أهليهم يعني الأهل الثنين فممكن يكونوا سكنين عند قريبهم حسب قرار محكمة بالتوصاية أو الأيتام اللي موجودين كمان بالتخليات بدور أيتام لش تحت وصاية يمكن أشخاص معينين أو قرابي الأيتام اللي موجودين بدور أيتام عسابي آه فيه بدور أيتام وفيه ناس اللي أحد من العالي يعني بيأخدوا قرار من المحكمة بالوصاية عليهم وبعيشوا عندهم فإحنا كمان نشتغل معهم ومندفعهم بحقوقهم إكمال الدخل يا نولا كيف بتم هاتا نتخصص فيه هذا الجزء تكملت الدخل على فكرة أنا إذا بدأ أجي أفحص عندنا بالقسم أغلب شغلنا هو تكمل الدخل لأنه هي زيادة صغيرة من ناحية الشكاليم ومن ناحية المبالغ إحنا منحكي على فرقية بين 3452 إلى 498 شكل تقريباً شي 800 شكل 900 شكل نضيف أو أكتر شوي بس هي زيادة هاي تعطينا الامتيازات للناس والناس بهمها تأخذ تخفيضات في الأديو بالكهرباء والمي والأرنونة وتأخذ المنحات للتدفئة مرة بالشهر قوانين ضمان الدخل تكمل الدخل هو قانون هافتحات خنسا مش قانون تأمين الوطني وبذر تمويله من وزار المالي فعشان هيك الحنفيات هي أكتر شديدة عليه يعني الشروط شوي أصعب من باقي شروط هاي مثلاً فيها إنها تحديد بنحط الدخل حكينا بالشيخوخة بقدر يشطل لحديد 7000 أما بينما لما بصير يأخذ تكمل الدخل الزوج بقدر يشطل أكتر من 2400 شكل بروتو البنسيا ممنوعة تنط لزوج 1900 شكل وسخ بصفة إنها تحديد بالسفر بريت البلاد يعني معك اللي بقد شيخوخة اليوم مع تكمل الدخل بقدر يسافر لحديد ثلاث مرات بالسنة 72 يوم ما ينطوش إذا نطل المرة الرابعة نخصم لها شلمات نصاب الشهر تكمل الدخل بالشهر اللي تسافر فيه إذا سافر خمس مرات كل الأشهر اللي سافر فيها وكان بريت البلاد بتنخصم تكملة الدخل زي اللي عم بيشل عن تأمين الوطني حال السؤال يعني فيه شروط وتقييدات فيه كثير شروط وتقييدات أكتر للا شلمات تكمل الدخل لأنه تكملة الدخل هي أصلاً بالأساس نعطت للناس اللي عن جد ما فيش عندها دخل تاني وطبيعة الحال ما عندش دخل تاني مش بفروض إنه يقدر يسافر أكتر من ثلاث مرات كان زمان مرة كان التحديد أسعب اليوم بعطولها ثلاث مرات وأربع مرات إنك تسافر بريت البلاد ما ينطوش عدد بعين الأيامات بالسنة والسنة هي بتنقاس من 1-1 إلى 31-12 يعني إحنا كيف شايفين إنه العاملين في هذه المؤسسة التأمين الوطني إنه ناس أخيار وطيبين متل حدثك لكن بدنا نجيب كمان صوت الشارع يعني كمان هيك بدورنا عشان أنت رجل حقيقة على حقيقتها متل ما لازم ليش مكروها مكروها مؤسسة التأمين الوطني مش عارفة لا بجرد يعني فيه فرصة إنه هنا ترد يعني أنا بقولك ليش؟ يعني إحنا كثير منشتغل وكثير عنا ضغط مصيف إحنا سكنين من منطقة اللي هي كثير فيها ضغط وعدد الموظفين شوي مش كفاي بس ولكن التأمين الوطني عندنا مشكلة إنه بعرفش الكلمة بالعبرانة يشفيك يعني إحنا منشتغل تسوق أمرات لسبب اللي فيه شغلات اللي هي أنا بحكيش إنه إحنا كاملين ناحية شغل فيه أغلاط بتصير وفيه تأثير بصير بس اللي بصير إنه التأثير شوي بتأثر بع الناس بنحكي فيه أكتر من الأشياء المنيحة لتعملها إحنا كثير نعمل الأشياء منيحة بالتأمين الوطني فيه إنه كثير مشاريع بنعملها بس للأسف الشديد أياتها غلطة بتعملها أو أياتها تأثير بنحكي عنه أكتر بين الناس يعني بحكي الأدوار طويلة ودائما فيه تعقدات وفيه بيروقراتية بالتعامل كمان بيروقراتية جدا عالية مش دائما بوافقه لازم يكون في اللجنة أربع وخمس أشخاص ولازم تمر عهد وعهد وعهد وعادت أنه أخذ إلا تبعتي بالآخر مش إنه أنا الأبروذ لا إن شاء الله أنه ما يكونيش هيك بس إحنا عم جد منشتغل كتير عم نغير كل طرق الشغل مظبوط اللي بتحكيه كان في منه بس المؤسسة بالذات بسنيف النق بفرع الناصري عم تشتغل كتير إنها تسهل وتبسط المعاملاتها اللي تحكي عنها لبيروقراتيا تلا إحنا نشتغل بدمين قوانين يعني أنا بقدرش أاجي اليوم أغير القانون بس أنا بقدر أشتغل شوي أوسع تفكيري وأاجي لكراتي الناس يعني وأقدر أبسط التهليخ بس إحنا عم نشتغل على هذا الموضوع وبتأمبل إنه مع الوقت الخدمة تتحسن واليوم بالخدمة بتقدرت عن طريق الإنترنت بقدروا يتسلو فين يتواصلوا معنا في عن طريق التلفونات رقم نجمي نجمي 6050 وفي عنا أثار بالإنترنت موجود كمان موقع بالإنترنت فإحنا بالعكس موجودين كل الوقت يعني لخدمة الناس مدير في التأمين قسم في التأمين الوطني خاص بالشيخوخة والورتي وتكملة الدخل ينولا بولوس شحادي كل عم تبقى الفخير ونتبقى خير وصباح تفل إن شاء الله صباحك وأحلام شكراً لحضورك معنا